سيد رئيس عبدالفتاح السيسي التقى اليوم مع المستشار الألماني أولف شولتس وذلك على أهامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند وصرح المستشار أحمد فهمين متحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعمين شداب تطور مصارى العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات وهو ما انعكس على معدل وكثافة تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين على مدار السنوات الماضية طبعا أكد الطرفين تطلوا لتعظيم التعاون المشترك خلال الفترة البقبلة وتعزيز التنسيق والتشاور السياسي وكمان استعرض الجانبين أطر التعاون القائمة في مختلف المجالات لا سيما في قطاعات النائل والتصنيع والطاقة ده طبعا فضلا عن العمل على زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع التعاون الاقتصادي بين الجانبين وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كمان إلى استعراض صبل تنسيق الجهود بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ده طبعا بالإضافة بقى إلى تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأزمة في السودان وأيضا الأزمة الروسية الأوكرانية زي ما حد كنت تتكلم دلوقتي كل هذه اللقاءات من شأنها أن تنعكس على المشاكل والتحديات التي تواجه القرى الأفريقية بشكل عام خلينا نقف أستاذ محمد هنا ونتفاهم بالتحديد دولتين في القرى الأوروبية ألمانيا وفرنسا دولتين شعرت بالتهديد الكبير من جراء هذه الأزمة الروسية الأوكرانية وده يمكن دفع نحو تحولات كبيرة جدا في السياسات الدفاعية في السياسات التمولية في تبني رؤى مختلفة لإستراتيجية مختلفة في المستقبل عسكريا دي دول ابتدت تشعر أن الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة الأمريكية قد يضحها فيه مأسك في المستقبل ده أمر مهم جدا لازم نحطه في الاعتبار ولازم نحط في الاعتبار أن الدولتين دول كانوا دولتين مفتاحيتين في أتعامل مصر مع دول القرى الأوروبية الدولتين دول مصر قدرت من خلالهم وقت المستشارة الألمانية ميركل وعبر الرئاستين المختلفتين للدولة الفرنسية مصر قدرت تعمق علاقاتها مع الدولتين دول مع ألمانيا ومع فرنسا وقدرت ترجع للساحة الأوروبية من خلال الباب ده من خلال باب ألمانيا وفرنسا وبقوة الدولتين محوريتين في القرى الأفريقية وفي الصراع في الشرق الأوسط بصفة عامة وحتى في التأثير والتأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية ومن ثم لازم نحط كل هذه التشابكات في العلاقات على طاولة الفهم علشان نقدر نتفهم كيف تتحرك الدولة المصرية بفاعلية من خلال سياستها الخارجية النشيطة